موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من السوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين حملة إلكترونية للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان والرئيس العليم يوجه بمضاعفة جهود عملية الإجلاء قصف طريق الكدحة تشديد حوثي إرهابي جديد على معابر محافظة تعز المحاصرة مأرب تحتفي بالعرس الجماعي الأول لمبادرة روح ماء بينهم موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم انطلقت مساء اليوم حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان ودعا الاتحاد العام لطلاب اليمن في السودان الجميع للمشاركة في الحملة الإلكترونية تضامنا مع اليمنيين العالقين في السودان ومطالبة الحكومة اليمنية بسرعة إجلائهم وانطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ إجلاء اليمنيين في السودان وهاشتاغ صوت العالقين وكان المئات من اليمنيين العالقين في السودان نظموا وقفة احتجاجية رفعوا لافتات تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ عملية الإجلاء ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة توفيت امرأة يمنية من العالقين في السودان تأثرا بإصابتها التي تعرضت لها قبل أيام أثناء محاولتها الفرار من العاصمة السودانية الخرطوم هربا من الأحداث التي تشهدها البلاد وقالت لجنة الطوارئ اليمنية في السودان إن المواطنة اليمنية وفاء محمد عبد الله واحد واربعون عاما توفيت بعد ثلاثة أيام قضتها في العناية المركزة بمستشفى في بورت سودان إثر حادث مروري في طريق نزوحها وأسرتها من الخرطوم إلى بورت سودان وكانت الضحية قد تعرضت لحادث أثناء محاولة فرارها من الخرطوم إلى بورت سودان وأدى لوفاة طفلتها ذات العشرة أعوام مرام ليث عبد الواحد وإصابة طفليها مصطفى ومريم بجروح وكان قد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بمضاعفة جهود إجلاء الرعاية اليمنيين في السودان وكشف مصدر بالرئاسة عن أسباب تأخر الإجلاء خلال الأيام مع مرور ثلاثة أسابيع مع اندلاع الصراع في السودان وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتابع عن كثب أوضاع الجالية اليمنية في السودان والإجراءات الحكومية لتأمين إجلاء كافة الرعاية العالقين في البلد الشقيق أشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تلقى خلال الساعات الماضية تحديثا من البعثة الدبلوماسية حول عدد اليمنيين العالقين في السودان والجهود الجارية لاستكمال نقلهم بعيدا عن المناطق الخطرة والحالات الإنسانية والحوادث المؤسفة التي خلفت بعض الضحايا من أبناء الجالية وأرجع المصدر التأخير في عمليات الإجراء المباشر إلى اشتراطات شركات التأمين والقيود المفروضة على الرحلات الجوية المتجهة إلى مناطق الحروب والنزاعات المسلحة وعرب المصدر باسم القيادة السياسية والحكومة عن عظيم الشكر والتقدير لأجل جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إجلاء مئات اليمنيين العالقين وتقديم العون اللازم لهم بموجب التوجيهات الملكية السامية أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بالجهد الكبير الذي بذلت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية جاء ذلك خلال لقائه اليوم في قصر معاشيق بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية ووقوفه على إحاطة حول نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألف من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 94 وبالتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة أكد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز مقتل ثلاثة من عناصر ميليش الحوثي وإصابة خمسة آخرين برصاص قوات الجيش في الجهيم وكلاب شرق المدينة يأتي ذلك في ظل استمرار تصعيد وعدوان الميليش الحوثية في الجبهات وقصف المدنيين في الأحياء السكنية وكانت أحزاب تعز أدانة الخميس جرائم ميليش الحوثي الإرهابية بحق المدنيين واستمرارها في القصف والقنص اليومي للمدنيين في المدينة ومديرياتها ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقيادات العسكرية إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد على همجية وغطرصة الميليش الحوثية أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز جريمة استهداف ميليش الحوثي الإرهابية للعمال والمهندسين والمعدات العاملة في طريق الكدح الرابط بين المخى ومدينة تعز بهدف تشديد الحصار وزيادة المعاناة الإنسانية في المدينة وقالت السلطة المحلية في بيان إن الاستهداف الحوثي المتعمد بالقذائف والطيران المسير لمعدات شق طريق الكدحة جريمة مكتملة الأركان موجهة ضد المدنيين بهدف إلحاق معاناة شديدة وأضرار بالغة بحياة المدنيين من أبناء المدينة المحاصرة لأكثر من ثمانية أعوام ومؤشرا واضحا لرفض الميليشيا لعملية السلام وطلب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإذانة صريحة لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة بحق تعز وأبنائها واعتبر البيان الهجوم الحوثي الإرهابي تأكيدا على استحالة السلام مع الميليشيا الإرهابية التي تدفع نحو استمرار الحرب والخراب فتح معابر تعز ورفع الحصار المتقادم عن المدينة من أسس السلام وأهم بنود اتفاقاته ومقترحاته المطروحة على طاولة المفاوضات الجارية بشأنه لكن هذا البند على أهمية ملفه الإنساني يخضع لتطبيق معاكس على الطريقة الحوثية المعهودة في نكث العهود ونقض الاتفاقات ونسف مبادرات السلام نتابع يتوقف طريق الكدحة في تعز عن أعمال الشق والتعبيد إثر قصف حوثي بالقذائف والطيران المسير على معدات المشروع الذي كان مقررا الانتهاء من إنجازه في أكتوبر المقبل لأشهر شهد الطريق الذي انتظرته تعز بفارغ الصبر أعمال ردم وشق في تضاريس شديدة الوعورة إلى جانب التجسير والعبارات ليكون مؤخلا لتحمل المقطورات والشاحنات الكبيرة لنقل البضائع وآمنا لحركة تنقل المسافرين من وإلى داخل المدينة المحاصرة لكن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم يرق لها إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي هو في نظرها كسر للحصار المفروض من قبلها على المدينة منذ نهاية العام 2014 إصرار الميليشيا على الاستمرار في حصار تعز وقطع كل شريان يمدها بالحياة هو الدافع الأساسي وراء تدمير طريق الكدحة بقصفه الكثيف بالقذائف والطيران المسير وفيما اعتبر مشروع شق وتعبيد طريق الكدحة طوق نجاة للمدينة المحاصرة برزت في المقابل إرادة الموت والتخريب وهدم العمران والأعيان المدنية في ميليشيا استمرأت سياسة العقاب الجماعي والإبادة الشاملة للتعز أكثر المحافظات اليمنية كثافة سكانية غير أن قصف طريق الكدحة يتعدى جانب الهدم المادي للمشروع إلى نسف أي طريق قد تؤدي إلى السلام الذي تريده الميليشيا بشروطها الخاصة وفي صدارة هذه الشروط الإبقاء على تعز خارج كل الاتفاقات والمقترحات الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستحيل بدون تعز فوق ذلك تبدي الميليشيا نزعة التشف المبتهج بالشقاء الإنساني الذي تسبب به الحصار وما زال ضد ملايين المدنيين الذين ظلوا لسنوات يبحثون عن مخرج للحياة ومعبر تستعيد مدينتهم من خلاله روح الحياة وحركية الوجود ولما وجدوا هذا المعبر في طريق الكدحة قطعت الميليشيا أوصاله وهو في منتصف الطريق وتواصل ميليشيا الحث الإرهابي انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء تعز فبعد استهداف مديرية موزع غرب تعز عمد إلى استهداف طريق الكدحة والوازعية لم تتوقف ميليشيا الحث الإرهابية من استهداف المواطنين وغيرهم رغم الوعود بالهدن فقبل أسابيع قليلة كانت جريمة عزلة العوشقة في مديرية موزع التي راح ضحيتها 12 مدنيا عزلا بقذيفة باغتتهم في العيد ليأتي استهداف الحثيين مجددا معدات الشق والسفلتة طريق الكدحة تعز بقصف جوي بطائرات مسيرة نحن نشغال هنا على الخط في العبارات وقعنا طائرة الصباح تمشي وضربت الموقع على تحت شيوال بعدين نقل هنا ضربنا البوكلين هذا تقلنا بأمان الله تملك وقعت الطائرة تضرب لك البوكلين التانكي حق الودروليك والتانكي حق الماء والزقاقات الجنزير البكات تملك يعني المعدة ما أناش قادر أننا بعدها قادر أصلحها الاستهداف الذي أذنته الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام وسطة المحلية في تعز حيث وصفوه بالعمل الجبان والذي يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد السياسي والعسكري رغم دعوات وقهود التهديئة ووقف الحرب وإصرارها على تشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة المعالاة الإنسانية لملايين المدينة في المحافظة ما تم اليوم من استهداف لمعدات الشق التي تقوم بتنفيذ أعمال الشق لطريق البيرين الكدحة هو جريمة بكل المقاييس ويتعرض مع ما قام في تصريح المبعوث الأممي حول السلام في اليمن وخصوصا محافظة تعز التي تعاني منذ بداية الحرب قريبا منذ ثمان سنوات وأي استهداف لهذا الشريان هو استهداف للسلام هو استهداف للأمان للمواطنين كون هذا الطريق هو الممر الوحيد الذي يمكن استخدامه لمرور القاطرات الغذاء والدواء وكل السلع التي تحمل المواطنين المعدات التي تم استهدافها هي معدات شركة مدنية شركة مقاولات لا دخل لها بالحرب هذا الطريق لا تستخدم في الحرب ولا تستخدم في هذه الطريق تخص المواطن أولا وأخيرا فنداء إلى الأمم المتحدة إلى المبعوث الأمم إن طريق البيرين الكدحة هي شريان للحياة لا تحولوها إلى شريان للموت ولفتت مصادر محلية إلى أن القصف أصفر عن تدمير ثلاث معدات شق وزفلتت وهي شيول M320 وبوكلين وبدروز كما تسبب القصف بتوقف العمل في المشروع أحد مكيبر قالت سهيل تعز أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مقتل وإصابة أربعة وثلاثين مدنيا في محافظة تعز جراء قصف ميليشي الحث الإرهابية خلال شهر أبريل الماضي وقالت المتحدثة باسم اللجنة شراق المقتري لوكالة الأنضول إن جميع الضحايا الذين سقطوا بين قتيل ومصاب هم من المدنيين وأوضحت المقتري أن القصف الحوثي على مواقع التماسي في مدينة تعز أدى إلى استشهاد 12 مدنيا وإصابة 22 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن أشارت المقتري لأن ميليشي الحث استمرت في انتهاكاتها ضد المدنيين خلال شهر رمضان وعيد الفتر المبارك عبر أعمال القنص والقصف العشوائي الذي استهدف مساكن المواطنين وطرقاتهم ودعت المقتر المنظمات الدولية الإنسانية إلى تقديم مساعداتها الإغاثية المختلفة للمدنيين في مناطق التماس والتخفيف من معاناتهم حث مدير عام مكتب التربية والتعليم في تعز قال أستاذ عبد الواسع شداد أولياء أمور الطلاب في مناطق سيطرة الميليشي الحثية على الحذر من السموم الفكرية العنصرية السلالية الطائفية التي يبثها الحثي في المراكز الصيفية التابعة له وقال شداد إن الأبناء الذين يحضرون مراكز الكهنوت الإمامي الحثي سيستهدفون الآباء والأمهات كما يحدث دائما من خلال غسل أدمغتهم بعقائد مزيفة وتقديم أوامر سيدهم على أوامر الله ورسوله نوجه إخواننا وأخواتنا الآباء والأمهات في المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحثي بأن عقول أبنائنا آنية فارغة نظيفة يمكن أن تملأها بما تشاء يمكن أن تملأ هذا الإناء بالعسل يمكن أن تملأه بالحليب يمكن أن تملأه بالسم يمكن أن تملأه بالخمر يمكن أن تملأ هذا الإناء بما تشاء فعقول أبنائنا نظيفة يحاول عصابات الحثي أن تملأها بالسموم الناقعة ضد أنفسهم ضد عقيدتهم ضد وطنهم ضد أبائهم وأمهاتهم نقول لهم احذروا من انزلاق أبناءكم الطلاب أبناءنا الطلاب وأبناءكم من الوقوع في هذا المنزلق وحافظوا عليهم وإن كانوا مقبرين فامسحوا آثار كل ما يلصق في عقولهم فإن نتائج هذه المراكز الواقعة تحت ستكون كارثية وعليكم الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الانزلاق في هذا الموضوع أكدت مصادر مطلعة انفاق ميليشيا الحث الإرهابية مبالغ مالية كبيرة لإقامة مراكز صيفية ميليشاوية بهدف نشر أفكارها الكهنوتية الطائفية الإرهابية في مختلف المحافظات الخاضعة لاحتلالها وقالت المصادر إن الميليشيا الإيرانية وضعت خطة جديدة منذ بداية رمضان الجاري لفتح آلاف المراكز الصيفية في صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لاحتلالها بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب وصغر السن لنشر أفكارها المسمومة وخرافاتها الطائفية المنحرفة في أوصاتهم أشارت للمصادر لأن الخطة تضمنت دعما ماليا كبيرا لصالح تنفيذ وفتح المراكز واستقطاب الطلاب وطبع المناهج الحوثية وتنفيذ فعاليات ميليشاوية مسلحة ورحلات عديدة بالإضافة للإنفاق على مراكز مغلقة ميليشاوية طوال فترة العطلة الصيفية في مراكز المحافظات يتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه الميليشيا دفع رواتب المعلمين والتربويين الذين يعانون من الجوع ويكابدون الكثير من المعاناة والمشقة في سبيل توفير لقمة العيش بعد أن نهبت ميليشا الحوثي رواتبهم منذ سبعة أعوام وجهت ميليشا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة مدراء المعاهد الفنية والمهنية الخاصة بوقف أنشطتها خلال العطلة الصيفية ودفع الطلاب إلى مراكزها الطائفية الميليشاوية التي دشنتها الأسبوع الفائت جاء ذلك في مذكرة وجهها المدعو حسن عبد الباري الأهدل المعين من قبل الميليشيا مديرا لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة إلى مدراء المعاهد والمراكز الخاصة عطفا على توجيهات من قيادات الميليشيا الإيرانية الحوثية ويأتي التعميم في سياق تحشيد الميليشيا للطلاب والأطفال إلى مراكزها التعبوية الطائفية وغسل أدمغتهم بالأفكار العنيفة المتطرفة وتحويلهم إلى أدوات لمشروعهم الإرهابي المنحرف وقنابل موقوتة تهدد اليمن والمنطقة قالت مصادر في قطاع النقل بمحافظة الحديدة إن قادة ميليشيا الحوثي شرعوا في تنفيذ مخطط لاحتكار قطاع النقل من موانئ الحديدة بعد بدء تدفق محدود للحاويات هناك أكدت المصادر استيلاء قادة ميليشيا إيران الحوثية على شاحنات المؤسسة العامة الاقتصادية وتحويلها إلى حسابات من شخصية وشروع في احتكار قطاع النقل في الحديدة وقالت المصادر إن قيادات الميليشيا الإيرانية التي تحتكر قطاع النقل باسم المؤسسة الاقتصادية لا يعملون بنظام الدور المفروض على القطاع بل يتخطون الجميع بينما ينتظر العاملون في قطاع النقل أكثر من شهرين لتحميل الحاويات ونقلها وجهت عدد من الفعاليات والمكونات التهامية بمحافظة الحديدة دعوات لأبناء المحافظة بالمضي في سبيل توحيد الصف التهامي المدني والعسكري بما يعمق تلاحم أبناء الحديدة لتحرير محافظتهم من براثن ميليشيا الحوثي وبما يعزز من حضور أبناء الحديدة في مختلف مؤسسات الدولة بما يليق بنظارهم التاريخي لأجل الثورة والجمهورية دعوات لتوحيد الصف التهامي مدنيا وعسكريا بما يحقق إنجازا في تحرير محافظة الحديدة عاصمة الإقليب التهامي وتحرير اليمن قاطبة من براثن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا بد لكل الكيانات التهامية أن تتوحد وأن تقول كلمتها لا بد لأن يكون لها موقف موحد وكلمة واحدة أما التفرق هو الذي زادنا ظلما يا إخواني في الكيانات التهامية اتقوا الله هذه التهامة لا بد لنا أن نتحد لا بد لنا أن تكون كلمة واحدة اتساع دعوات توحيد الجهود وبلورة مشروع انتهامي جامع لأبناء الحديدة باتهو مطلب الكثير من أبناء تهامة وذلك من خلال عدد من الفعاليات التي نظمتها عدد من المكونات التهامية هي دعوة لتوحيد الكيانات التهامية ولرفع صوت التهامة في المحافلة الدولية فلذلك ندعو كما دعا الرئيس الملتقى اليوم إلى وحدة الصف التهامي الصف التهامي اليوم بحاجة إلى وحدة لكي تتوافر الجهود فعاليات متعددة أقامها أبناء تهامة امتدت من المناطق المحررة جنوبي الحديدة مرورا بالعاصمة المؤقتة عدن وصولا إلى تعز ومأرب أكد فيها الجميع على أهمية تلاحم الصف التهامي وإعادة الاعتبار للقضية التهامية عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة أكد رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر على وجود علاقة وثيقة ومميزة بين الرابطة والبرلمان الجزائري بغرفتيه في إطار الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة أوضح الأحمر خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية أن الرابطة ستبقى الصوت المناصر والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس في المنصات البرلمانية المحلية والإقليمية والدولية منوها لوجود تعاقد بين الرابطة وحركة البناء الوطني للعمل المشترك لمواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ومدينة القدس وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال ولا يجب أن يقف الشعب الفلسطيني منفردا في مواجهة عدوانها ومخططاتها مشيرا إلى أن الاحتلال أعدم عمليا ما يسمى بالحلول السلمية عبر مخططاته الاستيطانية والتهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثي تسعى لاستقطاب خمسة وستين سجينا في السجن الاحتياطي بصنعاء عبر إخضاعهم لدروس وبرامج فكرية طائفية مقابل الإفراج عنهم وكشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الميليشيا المتمردة في صنعاء عن إطلاق أكثر من ألف ومائتي سجينا في ومائتي سجين في عدة محافظات واقعة تحت احتلالها خلال الشهرين الماضيين أكد حقوقيون يمنيون للشرق الأوسط أن الدورات التي تقيمها الجماعة الميليشاوية حاليا بادت تشكل معاناة نفسية تضاعف من مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المختطفين والسجناء واستبقت ميليشيا الحوثي عملية إخضاع السجناء في محافظة صنعاء لتلقي الأفكار الطائفية الميليشاوية بإهدار ملايين الريالات في سبيل إنشاء صالة ضخمة خصصتها كمكان لتنظيم الفعاليات والمحاضرات والدروس الميليشاوية التعبوية للسجناء وبقية أفراد المجتمع قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل إن ميليشيا الحوثي تصر على المتاجرة بملف المختطفين والأسرى وترفض الاستجابة لمطالب زيارة الأستاذ محمد قحطان والإفصاح عن مصيره أوضح فضائل في حوار مع الصحوة نت إن إصراء أن إصرار ميليشيا الحوثي على هذا المسلك يهدد بإفشال جولة المفاوضات القادمة وأكد فضائل جاهزية الشرعية لإجراء أي عملية تبادل وفي أي وقت بما في ذلك تبادل شامل على أساس الكل مقابل الكل دون تمييز إضافة إلى تسهيل الزيارات المتبادلة للسجون ومعرفة مصير المخفيين وفي مقدمتهم محمد قحطان وشار فضائل إلى أن صفقات التبادل التي تتم مع الميليشيا الإيرانية تجري عبر عملية مساومة وصفقات غير عادلة تفرضها طبيعة الميليشيا الإجرامية الانتهازية وفاد فضائل أن ميليشيا الحوثي تستغل ملف الأسرى والمختطفين الإنساني سياسيا وإعلاميا وتعمل على شق الصف الوطني واختراق المناطق المحررة من خلال استغلال ملف الأسرى تضع ميليشيا الحوثي الصحافة والإعلام الحر ورجالها في قائمة لاستهداف المباشر اقتحاما ونهبا ومصادرة واختطافا وسجنا وقنصا فهي تدرك خطورة وجود شهود يؤثقون جرائمها بحق الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفئات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية نتابع على رأس الصحفي توفيق المنصوري تركت الممارسات الوحشية لما يسمى برئيس وفد التفاوض الحوثي شهادة عن واقع الإعلام والإعلامين والصحفيين في زمن ميليشيا إيران فمن نزفت أقلامهم مداد حقيقة جعلت الميليشيا أجسادهم تنزف الدم ومن فضحوا جرائم ميليشيا الموت خرج زعيم الميليشيا ليؤكد أنهم لا يستحقون الحياة فكانت كلمات المجرم الحوثي ضوءا أخضر لزبانيته لجعل قلب كل إعلامي وصحفي ورأسه هدفا لكل قناص لتبقى الكاميرات الملطخة بدم أصحابها أصدق توثيق لإجرام ميليشيا إيران والأشد قسوة من استهداف الإعلاميين أمام الكاميرات مشهد القتل البطيء للإعلاميين والصحفيين خلف جدران الاختطاف حيث يتحول الإعلاميون بقايا هياكل عظمية أو تحلق أرواحهم بعيدا عن كائنات سلخت من إنسانيتها مستنسخة قبح التجربة الخمينية الإجرام الميليشياوي بحق الإعلام وكما يظهر في استهداف الأفراد يظهر كذلك في استهداف المؤسسات الإعلامية التي تغرد بعيدا عن نعيق إيران فالحوثيون ومنذ أول يوم اقتحموا فيه صنعاء وضعوا القنوات والمؤسسات الإعلامية في طليعة أهدافهم ومع الاقتحامات والسيطرة ونهب كل المعدات جاءت الملاحقات والتهديدات ممارسات لم يلبث الحوثيون أن قاموا بها حتى مع بعض من أيدهم واختار البقاء في مناطق سيطرتهم ظنا منه أن تصفيقه لهم قد ينجيه من بطشهم فإذا الحقيقة الواضحة التي تنطق بها ممارسات الحوثيين بحق الإعلاميين أنه لا أمان سوى لمن تشرب خمينية إيران وروج لها الليل والنهار وإذا كان هذا واقع الحال والحوثيون ما يزالون في مواجهة مع غالبية الشعب يغدو من حق اليمنيين أن يتساءلوا كيف ستتعاطى الميليشيا مع الإعلام إذا تحققت لها السيطرة التي تخطط لها إيران كشفت دراسة مسحية جديدة نفذتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين عن التأثير السلبي للحرب على وسائل الإعلام اليمنية في جوانب مهنية عديدة أبرزها الاستقلالية والتمويل وحقوق الصحفيين نتابع استهدفت الدراسة التي نفذتها نقابة الصحفيين 365 وسيلة إعلامية متنوعة بين القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية منها 26 قناة فضائية بنسبة 7% من إجمال وسائل الإعلام المستهدفة و60 إذاعة محلية بنسبة 16% و232 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية ودورية بنسبة 36% و147 موقعا إخباريا بنسبة 47% وتشير الدراسة إلى أنه من بين 365 وسيلة إعلام تعمل 200 وسيلة فيما توقفت 165 وسيلة بسبب الحرب وتأثيرها فيما تأسست 137 وسيلة إعلامية خلال فترة الحرب وتوضح الدراسة أن من بين 26 قناة فضائية تعمل 22 قناة بينما هناك أربع قنوات متوقفة وتعمل 54 إذاعة محلية من بين 60 إذاعة بينما هناك 6 إذاعة متوقفة ومن بين 132 صحيفة ومجلة تعمل 13 صحيفة فقط فيما توقفت 119 صحيفة ومجلة وتطرقت إلى أنه من بين 147 موقعا إخباريا يعمل 114 موقعا فيما توقف 33 موقعا بسبب الحرب ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل اليمن من قبل ميليشي الحوث الإرهابية وكشفت الدراسة عن تأسيس 12 قناة فضائية جديدة مشيرة إلى أنه من ضمن 26 قناة تبث 13 قناة من خارج اليمن وتأثرت الصحف والمجلات بشكل أكبر بالحرب بعد توقف 119 صحيفة ومجلة سواء كانت يومية الصدور أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية للإغلاق بسبب الحرب وتبعاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية حملت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات الأمنية بمحافظة حضر موت المسئولية الكاملة عن حياة عشرات المعتقلين في سجن المنورة الذين بدأوا منذ أيام الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي وقالت سام في بيان إن السلطات الأمنية في المكلة ترفض تنفيذ أحكام قضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة ما دفع المحتجزين تعسفا إلى البدء في الإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم وانتزاع حقهم في الإفراج وطالبت سام سلطات الأمن في المكلة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية ممن صدر بحقهم حكم بالإفراج من الجهات القضائية أوضحت سام أن تعنت السلطات الأمنية في المكلة يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وفقا للقوانين اليمنية كما يشكل جريمة احتجاز لحرية مدنيين بدون وجه حق وصل يوم أمس إلى مدينة السيئون محافظ محافظة حضر موت ورئيس هيئة الأركان العامة ووكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي وقالت مصادر مطلعة إن الزيارة تأتي للاطلاع عن كثب على الأوضاع الخدمية والأمنية والعسكرية بمديريات وادي وصحرى حضر موت واستكمال المناقشات لوضع آلية تنظم العمل بميناء الوديع البري بما يساهم في تطويره وتسهيل إجراءات المواطنين وتوحيل القوة الأمنية وتحسين الإرادات ومراقبتها بتوجيهات من قيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة وقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بالقيادة القوات المشتركة كان لنا شرف استقبال الوفد الذي جاء لتفقد عدد من محافظات كان لمحافظة حضر موت النصيب الأكبر في هذه الزيارة وقد استقبلناهم بالأمس في الميناء البري منفذ الوديعة اطلعنا من خلاله على سير العمل هناك اتفقنا على تذليل الصعوبات التي تتم ذهابا وإيابا في هذا المنفذ تحركوا بعدها إلى عدد من المحافظات الأخرى لتفقد الوحدات العسكرية استقبلناهم اليوم في عاصمة محافظة حضر موت المكلة وكان لنا هناك لقاء مع قيادات المحافظة تبلورت خلاله الآلية التي سيتم العمل بها في المنفذ وتذليل كثير من الصعوبات التي تواجهها القوات المسلحة والقيادات المشتركة لدول التحالف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تحركنا أيضا لمطار الريان وأستمعوا إلى برنامج مفصل من قواتهم هناك قوات المشتركة وتصريح للأخوة الأشقة في المطار بأنهم يزمعون تسليم مطار الريان وصالاته حتى يتم تسهيل مغادرة المسافرين ووصولهم إلى محافظة حضر موت حذر وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشيل من كارثة انفجار خزان صافر الراسي قبالة سواحل الحديدة ما لم يتم تنفيذ خطة طارئة لمنع تسرب النفط من الخزان وقال الوزير ميتشيل في تصريح للعربية هناك نذر كارثة بيئية تلوح في الأفق ونحن بحاجة إلى المال حتى نتمكن من المضي قدما في عملية تفريغ أكثر من مليون برميل نفط من خزان صافر إلى سفينة بديلة وهذا هو المطلب الأساسي ونفعل كل ما بوسعنا لضمان الحصول على المال حتى تتم العملية بنجاح وأشار وزير التنمية البريطاني لأن المملكة المتحدة وهولندا هما أول وثاني أكبر متبرع وعرب عن أمله بأن تكون هناك تعهدات مناسبة في مؤتمر جمع التبرعات لتغطية الفجوة التمويلية الخاصة بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة ديصافر أوضح ميتشيل أن كارثة صافر البيئية ستكلف عشرين مليار دولار في حال حدوثها من خلال تراجع حجم التجارة العالمية وتدمير مخزون الصيد البحري قال مدير عام إدارة المصائد السماكية بالهيئة العامة للمصائد السماكية في المهرة وليد محسن هيثم إن نفوق الأسماك في محيفيف يرجع سببه إلى قيام بعض الصيادين باستخدام وسائل الصيد الممنوعة والمخالفة لقانون الاستياد وأشار هيثم إلى أن اللجنة الفنية نزلت إلى موقع نفوق الأسماك بموجب توجيهات رئيس الهيئة المهندس عبد الناصر كلشات لمعرفة الأسباب ووجدت أن أهم أسباب نفوق الأسماك وقيام بعض الصيادين بفتح شباك الشرطوانات وترك الأسماك التي لا يقدرون على حملها تنزل إلى البر بعد نفوقها وشدد هيثم على منع استخدام الشرطوانات التي تهدد بتدمير الثروة السماكية وسرعة العمل على تنفيذ حملة موسعة لضبط وسائل الصيد المخالفة في المديريات الساحلية ومحاسبة المخالفين حذرت منظمة الأغذية وزراعة الفاو من حدوث فيضانات كبيرة في اليمن خلال الأسبوع القادم جراء استمرار الحالة الماطرة في عدد من المحافظات وأوضحت الفاو أن الأمطار الغزيرة أثرت على جزء كبير من الحقول في اليمن حيث تسببت في انهيار سد في المحويت ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص أشارت المنظمة إلى أن وسط ومرتفعات محافظة ابتعرضت للدمار نتيجة الحالة الماطرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الفائتة وتوقعت الفاو طقصا أكثر قسوة في الأسبوع المقبل حيث ستتعرب أجزاء عديدة من البلاد لخطر الفيضانات أقامت مبادرة رحماء بينهم بالتعاون مع مؤسسة عدن الغد العرس الجماعي الأول في مدينة مأرب لاثنين وستين عريسا وعروسا بحضور جمع غفير من أهل العرسان وأقاربهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية اثنان وستون عريسا وعروس زهت مدينة مأرب بحفل زفافهم الجماعي الذي أقامته مبادرة رحماء بينهم بالتعاون مع مؤسسة عدن الخير بحضور جمع غفير من أهل العرسان وأصدقائهم نحن اليوم في مبادرة رحماء بينهم نقيم العرس الجماعي الخيري الأول في مأرب لتزويج اثنين وستين عروس وعروسة نشكر كل من ساهم معنا وكل من دعمنا في إنجاح هذا المشروع ونعدهم بأنه لن يكون الأخير إن شاء الله إرسان ينتمون لعدد من المحافظات اليمنية وحدتهم الفرحة وحفهم الأهل والأصدقاء يشاركونهم أفراحهم بالأهازيج والرقصات الشعبية والأجواء البهيجة التي عمت العرس وتشارك فيها الحاضرون مأرب تحتفل بهذا العرس الجماعي الكبير الذي يقام في مدينة مأرب لأول مرة لو كان عرسنا لوحدنا لما وجبنا الفرح هذا نحن الآن في فرح كبير بهذا العرس الجماعي الذي يقام في مدينة مأرب شكرا لمن نسق ومن ساعد ومن بادر وفر علي كثير من الجهد والعجز الذي لم أستطع أن أتزوج بدون مثل هذا العرس الجماعي الذي يقوم بمساعدة الشباب في اكتمال دينهم حضور كبير وحد الفرح وجعل الجميع أسرة واحدة يتبادلون التهاني ويعيشون ألفة مجتمعية تحكس الترامط الاجتماعي الذي يعيشه سكان مأرب برغم اختلاف مناطقهم ومحافظاتهم الجميع رحمه أنه بحيث أنه تتعرف على ما يسكد إذا كان العرس الوعدة لا يتولى قاربة بعض الأصاب لكن هذا العرس يعني ما شاء الله يعني يجتمع حضور كبير والقائم على العمل المنظمين يعني يقاموا العمل بشكل جميل ونظموه وكانت فرحات الأمم الجميع إن شاء الله والله يتماننا على خلق عرس جماعي هو مبادرة مجتمعية أسهمت في تخفيف الأعباء على الإرسان وأعانتهم على إكمال نصف دينهم وفتحت الباب أمام أعراس جماعية قادمة يتغلب فيها الشباب على تكاليف الزواج في ظل ظروف اقتصادية صعبة محمد القليصي لقناة سهيل مأرب تعاني مدينة تعز من انتشار الكلاب الضالة الأمر الذي تسبب في نشر الرعب بين السكان خصوصا بعد وقوع عدة حالات عض للأطفال والنساء في أكثر من حي حيث تم رصد خمس عشرة حالة عض خلال شهر رمضان المبارك مشهد مألوف في كل أحياء مدينة تعز بل أصبح يشكل خطرا على الأطفال والنساء وكل السكان الذين لم يشهدوا هذا الكم من الكلاب في أحيائهم السكنية من قبل والله أصبحت الكلاب المتواجد في جمع الأحياء مسعورة تماما بشكل مغيف حتى قبل يومين أقدم هذا الكلاب المسعورة على عض الطفلة وقمنا بإسعادها من الحارة من منطقتنا من البعرانة حتى المستشفى خمسة عشر حالة عض خلال شهر رمضان المبارك لذا أصبح المواطنون يمنعون أطفالهم الخروج من المنازل مساء أو الصباح الباكر والكثير من الكبار أيضا يحملون العصي خوفا من الكلاب التي لم تكافح منذ فترة طويلة وأصبح التخلص منها لا يحتمل التأخير هي ظاهرة فعلا مقلقة وهناك من قد يتصرف بما هو أبشع من ذلك بأن يستخدم الرصاص في قتل هذه الكلاب كما حصل مشكلة قريب في منطقة البعرارة والتمدد في تلك المناطق أنه يضرب رصاص في الليل أثناء منتصف الليل تطارد الكلاب بالرصاص لكن هذا لا بد أن يكون من اختصاص مكتب النظافة وهناك وسائل للتخلص من هذه الكلاب بطريقة آمنة وسهلة طبعا من المفترض أن يكون حملات الكلاب على المكتب الصح لأنهم على دراية كبيرة باختيار السموم المواد السامة الحدم من المواد السامة هذه ألفة عالية طبعا مادة السموم هذه معدومة جدا في تايز تواصلنا مع شركة الحضاء قبل شهرين هي الوحيدة التي تعطي سموم القيدة والمناسبة وقهت المسؤولين عندنا في إدارة الصندوق بالتواصل مع شركة الحضاء كأنها التي توفر المواد السامة الممتازة فردوا علينا من شركة الحضاء أنه حاليا غير توفر السموم إن شاء الله ويتوفر إن شاء الله بالفترة القادمة زحمة الكلاب يشكل خطرا على السكان عند سيرهم الشارع ويشكل إزعاجا كبيرا ليلا وإذا انتشر سعارها فسيكون خطرها أكبر ومن الخطأ أيضا التخلص منها بالرصاص الحي كبعض الأحياء وكما وعد صندوق النظافة والتحسين بأنهم على وشك البدء بتسميمها تعيش المسنة فاطمة عمر في ظل ظروف صعبة تفتقر لأبسط مقومات الحياة ويزد من معاناتها الفقر والمرض نتابع في غرفة أشبه بخرابة عيش المسنة فاطمة عمر في حي المحاريق بمديرية الشيخ أثمان في ظل عزلة فرضت عليها من قبل الكبر السني والمرض وظروف المعيشية الصعبة بعد مسيرة طويلة من مكابدة الحياة ورعاية أولادها لإنتهي بها المطاف وحيدة بين هذه الشتران عندي المعدة تعبان المعدة قالوا ستغشر قدها في كل لحظة نقول عسى ما دل حين تقرح والله أنا خايفة نمشي خليها على الله والعافية بيد الله إن شاء الله نمشي اللبن بلودة حق الحرقة يوم ما نقدر نخليه تعبان الحرقة ما تبعد مني نطرش دي كلثه وإلى جانب الوضع الذي تعيشه فاطمة بين أقوام وبقايا أغراض طالفة داخل هذه الغرفة تعاني من عدم القدرة على الخركة نتيجة تدهور حالتها الصحية والنفسية وغياب الرعاية والاهتمام الرسمي والمجتمعي يلقون لي الغرفة يزينون هلي بس ونقعد فيها ورزقت منه كل حاجات خفيفة في البيت ولا نادي نفسي والله يعافيكم لقولي لا الهودة إن قدرتوا في الحمام والهودة وإنما قدرتوا الحمام عادي الغرفة زينوها لنام فيها ونقوم الله يعافيكم ويطول عماركم وعلى الرغم من الوضع الإنساني الصعب التي تعيشه المسينة فاطمة إلا أنها لا تطلب من الله سوى العافية ويد حانيات تمتد إليها حتى تكمل ما تبقى من عمرها في مكان يحفظ لها الإنسانية والكرامة أمت الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن تشارك اليمن ممثلة بأكاديمية الموهوبين بسيئون في البطولة العربية للروبوت والذكال الصناعي 2023 المقام في قطر خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو وأوضح مدير الأكاديمية سعيد بحارثة أن الفريق يضم 18 مشاركا في المسابقات والتحديات المختلفة التي تضم تحدي جمع الكرات متقدم وتحدي جمع الكرات مبتدى وتحدي السوم متقدم وتحدي تتبع الخط متقدم نشرتنا انتهت تعود إلى أهم عنوينها حملة إلكترونية للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان والرئيس العليم يوجه بمضاعفة جهود عملية الإجلاء قصف طريق الكدحة تشديد حوثي إرهابي جديد على معابر محافظة تعز المحاصرة مقرب تحتفي بالعرس الجماعي الأول لمبادرة روح ماء بينهم للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله